اشتركوا في القناة وكانت وزارة الصحة والسكان قالت انه تم تخصيص اكتر من 36 مركز بانحاء الجمهورية وهتتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الاولى بالتطعيم وهي التواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات بعد كده اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن اكدت وزارة الصحة ايضا انه هيتم بدء تطعيمات لقاح كورونا للفرق الطبية بمستشفيات العزل على ان يعقبها مستشفيات الحميات والصدر بواقع 380 مستشفى بالجمهورية وبدء عمليات التطعيم ستتم من مستشفيات العجوزة بالجيزة ومستشفى ابو خليفة بالاسماعيلية والنجيلة بمطروح واشارت ايضا الى انه تم تجهيز الاماكن المخصصة بالتطعيمات وتم حصر الفرق في التطعيمات وتوفير عيادات المتابعة وهيكون بين الجرعة الاولى والتانية للتطعيم باللقاح الصيني 21 يوم واضافة وزارة الصحة ان الشخص الراغب في التطعيم طبعا من الاطقم الطبية اللي هي الاولى بان هما ياخدوا التطعيم هيتوفر لجرعتين مع امكانية المتابعة الدقيقة والسريعة لكل الحاصلين على اللقاح بنتابع معاكم كمان اضافة وزارة الصحة انه في 40 مستشفى عزل بالجمهورية بين وزارة الصحة والتعليم العالي هيتم تطعيمهم اتباعا طبعا ده بداية من بكرة مؤكدة انه الجرعات ستصل مصر خلال الفترة اللي جاية واوضحت وزارة الصحة والسكان ان جميع اللقاحات هتكون متوفرة في المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز كما سيتم تطعيم الفئات الاولى بالتطعيم تباعا بعد الانتهاء من تطعيمات التواقم الطبية بمستشفيات العزل وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قالت قبل كده انه هيتم اتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي زي ما قلنا لحضراتكم وللمواطنين ذوي الاولوية من اصحاب امراض الاورام والفشل الكلوي والامراض المزمنة وده اعتمادا على مبادرة الامراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم كمان هيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة هيكون فيه مركز ووحدة صحية يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاماكن المقترح تقديم الخدمات بها بكل محافظة ايضا من تصريحات وزارة الصحة وزارة الصحة طمنت الناس ان التطايمات امنة وخضعت لكافة التحاليل الى اثبات فعليتها والدراسة اثبات فعالية اللقاح بنسبة 86% وان نجاحه فيه توليد اجسام مضادة وصل لتسعة وتسعين في المية كمان وصلت قدرة منعه لحدوث اصابات متوسطة او عنيفة الى مية في المية وبنتابع معكم ايضا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قال ان نهاية ازمة فيروس كورونا هي اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في العموم واكد انه هيتم استخدام اللقاح على نفسه على الفور بعد ما توفره الدولة هو بيقول انه هياخد اللقاح فورا بعد ما يتم توفيره من الدولة واضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ان اللقاح هو الامل الذي نستطيع من خلاله انهاء هذا الوباء مؤكدا انه دائما ما يكون الشيء الجديد به تخوف طبعا اشار الى تخوفات من اللقاح وان مصر اولويتها في اختيار اللقاحات كان ليس وفقا للدولة التي ستقوم بانتاج وانما كان وفقا للتكنولوجيا المستخدمة في ذلك اللقاح ولذلك اخترنا اللقاح الصيني ده كان معيار الدولة المصرية في اختيار اللقاح الصيني لالتكنولوجيا المستخدمة في هذا اللقاح وبنتابع معاكم ايضا وزارة الصحة والسكان اكدت ان اللي هيحصلوا على لقاح كورونا هما فوق سن 18 سنة واكدوا ان الاطفال والحوامل مش هيحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد وقالت ايضا وزارة الصحة ان اللقاحات فيروس كورونا لا تعطي مناعة كاملة بنسبة 100% ويتوقع من خلال الدراسات ان الاجسام المضادة تتواجد في فترة من 6 الى 9 اشهر وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس طبعا من اهمها اهم هذه الاجراءات الوقائية والاحترازية ارتداء الكمامة ونحن دايما نخسل ايدينا باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد فيه اماكن مزدحمة واكدت الوزارة ودايما الوزارة بتأكد انه يمكن الاتصال بالخط الساخن 15-3-3-5 لمعرفة اي بيانات عن اللقاح واي بيانات عن فيروس كورونا المستجد والمستجدات الخاصة به احنا رأنا لكم كل التفاصيل الخاصة ببدء التلقيح غدا باللقاح الصيني من مستشفيات العزل وغدا هيكون فيه مؤتمر صحفي من الاسماعيلية الوزيرة الصحة هنتابعوا مع حضراتكم وبالتأكد هنتابع معاكم كل الجديد في هذا الموضوع بنشكر حضراتكم على متابعتنا في هذه التغطية والى اللقاء